موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي الأردنية الدكتور مراد البياري تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعدنا نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رهاب القصيد موسيقى بعينيكي كل العسى يختبي متى يأذن الحزن أن تطربي أترتقبين جديد الشروق يمر على جفنك المتعبي وقد ضاقت الأرض بالصابرين فيأضح وعتي المنع أطربي تمني فإن التمني اعتياد ومري بنهر المنع واشربي فما قد مضى أبداً لن يعود وما سوف يأتي غداً فرقبي يبث الدجا همهمات البيوت فماذا حوت غير صمت غبي كبرنا وما زال وجه الفساد على صدر أيامنا يحتبي أصنعه من أي حلم بعيد نمر إلى فجرنا الأرحبي وما زلت تستعطفين الطقاه وتستغفرين ولم تذنبه بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أسعد الله وأوقاتكم جميعاً أنا الشاعر بكر السواعدة وكتابي هو تراتيل السلام وتراتيل السلام هو ديوان شعري أو مجموعة شعرية صدرت بدعم من وزارة الثقافة الأردنية طبعاً هذا الديوان يحوي قصائد طبعاً كلها موزونة لكن جزءاً منها من الشعر العمودي أما الجزء الآخر فهو من شعر التفعيلة تراتيل السلام تلك الفسحة من البوح الذي ولد في صخب هذا العالم المحموم بالبحث عن الوجود في عمق لا وجود بدأ بذرة خافت على نفسها ظلام الأرض فأطلقت بصرها في الفضاء بحثاً عن بارقة ضياء تهبها جذوة من حياة هي الحياة ولا حياة فيها سوى ذكريات نمعن في الرجوع إليها كلما أضعنا طريقنا أو خذلتنا خطانا إلى غد تراتيل شقية حملها طائر بين جناحيه وراح يردد في جنون كأنها محضيته التي ظفر بها على غفلة من حراس حدود السماء طبعاً هذا تقديم الديوان أما عن قصائد الديوان فكما قلت يعني بعضها قصائد عمودية وبعضها قصائد من شعر التفعيلة مثلاً لو أردت أن أقرأ من الشعر العمودي فأقول حدثيني عنك عني عن غدي عن خيال كان يوماً في يدي عن جنون الشوق يصحو فأرى قسمات الحب تحيي مولدي نرسم الدنيا بكف من ندا ونحيل الوقت نبضاً سرمدي نتهادى فوق أغلال المدى ونحث السير نحو الفرقدي لم تكوني غير أني كنت في مرتقى عينيك أبني معبدي أستحث الوجد كوناً كائناً كي أعيش الأمس في ذكرى غدي صلوات أمنيات ثورة تنفض النوم الذي في مرقدي وتحيي كل وقت من أنفاسنا نسمات توقظ الفجر الندي غازل الأحلام في أحلامنا وانثريها في مدايا الموصدي فلقد أزر انتظاري بالمنا لا تخوني يوم أصحو موعدي الخط العربي هذا فن الجميل كانت له مساحة طيبة في حلقته هذا اليوم السلام عليكم أنا الخطاط مجد عبد الوهاب نرحب بكم في هذه الفقرة اللي رح نتناول فيها حرف الواو بخط الثلث الجلي بسم الله طبعاً حرف الواو معروف بالنسبة للخططين جميعاً مقاساته له عبارة عن نقططين طبعاً هذا الحرف بالذات يستهوي جميع الخططين بالتالي احنا حبينا نكتبه بسم الله رحمن الله صعوداً الى الاعلى قليلاً الى ان نصل الى المنتصف نسير بالاتجاه المعاكس نسير بالاتجاه المعاكس الآن يعني فيه هناك قليل من الخطوط اللي يجب على الخطاط اللي اعتناء فيها برضو هاي نقطتين ايضاً هذا الثقل تبع الواو هون وثم نصعد طبعاً هاي مقاسة اربع نقاط وهان المنطقة نقطتين بعد ذلك نكون بترتيش بعض الامور اللي بيكون فيها الحبر قليل أنا شخصياً يعجبني الحرف الالحاء اللوزي اللي هو عبارة عن نقطة ونصف من الداخل هذا من الحروف يعني يستهويني كثيراً يفضل يعني على الخطاط انه يعني يعقد الخطوط الاساسية للحرف اللي حيكتبه ما في ضير في ذلك بحيث انه يعني يكون عارف وين اتجاهاته يعني مثلاً هون حرف الجيم هاي مقاسه معروف خمس نقاط هاي نقطة بحب ألفت النظر انه النقطة برضو مهمة على الخطاط لازم يكون يعرف وين النقطة كيف بدي يكتبها اتجاهها بالنسبة للسطر هاي تنتين هاي نقطتان هاي تلات هاي أربعة هاي خمس اذا انا هيك بكون حددت المساحة الخاص صلى حرف الجيم او الحييز وبيبلش انا عمله تخطيط مبدئياً بسم الله بصعد قليلاً هيك ومن ثم انزل بكامل قطة القصم وهيك نكون انهينا حرف الجيم وشكراً اهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي العردني الدكتور مراد البياري فاسمحوا لي انا ورحبوا يا ضيفي اهلا وسهلا بك دكتور مراد عطي بالتحيات ضيف على فضاءات الرافدين عطي بالتحيات استاذي محمد صيف بداية بسم الله والصلاة والسلام على اشرف القلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين وبعد فالشكر لك ولقناة الرافدين والعاملين فيها على هذه الاصطدافة في برنامجكم فضاءات الذي يعنى بالفكر والثقافة والادب وادعو الله ان يكتب النجاح والتقدم الدائم لقناتكم شكرا لك دكتور وسعداء بهذه التحية اهلا مرحبا بك اهلا مرحبا هياك الله دكتور يا مرحبا هياك الله دكتور مرحبا حضرتك درس اللغة العربية في جامعة بغداد نعم فبدي ان نعود بالذاكرة الى تلك الايام يعني كيف اخترت هذا التخصص وكيف كانت اجواء جامعة بغداد في تلك الفترة يعني لقد سألت عن عظيم استاذ محمد الحديث عن بغداد وعن جامعة بغداد يطول ولكن دعني اقف معك عند محطتين اساسيتين في جامعة بغداد او في بغداد بشكل عام نعم المحطة الاولى هي المحطة الثقافية ومن ثم المحطة العلمية تعلم اخي محمد بان يعني هذا الفتى الصغير الذي غادر بلاده للدراسة ينتقل من مرحلة الاعتماد على الاسرة والوالد والوالدة الى الاعتماد على النفس نعم ثم بعد ذلك هذه التوليفة التي كانت في جامعة بغداد التي تضم جميع اطياف المجتمع العراقي الجنوبي والشمالي وابن البادية وابن الريف وابن المدينة وايضا الطوائف الدينية المختلفة المسلم والمسيحي وغيره كل هذا كان يشكل ربما تحديا واضحا لدى هذا الشاب الصغير الذي جاء الى هذه الجامعة اضاف الى ذلك لو توسعنا في اي سنة حضرتك في سنة 97 تخرجت في جامعة بغداد بدأت في سنة 93 نعم اضف الى ذلك ان المجتمع المحلي يعني هذا كله مقدم الى كيف تشكلت الثقافة لدينا هناك شكلت تحديا واضحا المجتمع العراقي تحديدا وفي تلك الفترة بالذات فترة الحصار الظالم الذي كان على بغداد يعني كنا نتفاجأ المسائق التكسي مثلا ربما يكون صاحب شهادة عالية يريد ان يحسن من دخله وحياته الاسرية صاحب المحل ربما يكون مثقفا وهو كثير حقيقة هذا جعلنا نقف امام تحدي واضح كما قلت لك لا يكتفي منك ان تكون طالبا تذهب الى الجامعة وتلتزم بمحاضراتك وبالمادة العلمية وتعود الى بيتك هذا لا يكفي وبالتالي اصبحت زيارة المكتبات في بغداد زيارة شارع المتنبي في صباح يوم الجمعة هذا امر اساسي مارست هذا العرف طبعا 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 وبالتالي لانك ستأتي بعد ذلك الى الجامعة او للحوار وسيدور حوار سيدور حوار بينك وبين الطلبة وبين الاساتذة ربما واضف الى ذلك الجنسيات الاخرى التي كانت موجودة فكل هذه التوليفة وهذه الخلطة الجميلة حقيقة جعلت منك الان بعد ان كنت فتن يعني صغيرا ربما الوعي عندك لم يكن قد اكتمل بالمعنى الثقافي بدأت تقرأ وتناقش زملائك فيما تقرأ وتحاول قدر الامكان ان تثبت ذاتك اولا ثم الناحية الثقافية فتخرجنا في جامعة بغداد فضلا عن الجانب العلمي الذي سأتي اليه بعد قليل بكم هائل ربما من خلال القراءة من خلال الحوارات من خلال اللقاءات التي كانت في مقاهي بغداد بقاهي بغداد الثقافية فعدنا حقيقة بمخزون يعني يعني يمكن ان يقال بانه مخزون متميز في تلك الفترة الجانب الاخر هو المحطة العلمية كما تعلم يعني نحن درسنا تتلمذت انا على ايدي اساتذة على اساتذة يشار لهم بالبنان اذكر منهم من توفاه الله ومنهم على قيد الحياة لا اعلم يعني الاساتذة الاستاذ الدكتور نعم الرحيم العزاوي الاستاذ هاشم طاه شلاش الاستاذ ناصر حلاوي علي عباس علوان هؤلاء حقيقة يعني بدأنا معهم ب اوليات المعرفة نعم ونحن كطلبة عرب وهذه التسمية ليست للتسمية العنصرية وانما حتى نميز كنا امام تحدي اخر انت مغترب تريد ان تعود الى بلدك بشهادة نعم فلا يصلح لك ان يعني تنسى هذا الامر والقضية الثانية ان البوصلة ربما كانت موجهة انه الى الطلب العرب ما الذي يميزهم فكنا دائما نحاول ان نثبت المادة العلمية اننا متميزون لا شك انك تكون احرص من البلد لانه انت الان ستعود الى بلدك نعم وربما يعني الفشل صعب الله عز وجل استطعت انا اتحدث عن نفسي ومجموعة كبيرة من الطلب العرب ان اتفوق في السنة الدراسية الاولى والثانية والثالث والربعة واذكر فيما اذكر انني تخرجت بترتيب الخامس على الدفعة في تلك الفترة وكنت ارغب ان اكمل دراسة العليا في جامعة بغداد لكن احيانا الظروف المادية والعودة الى العمل اكملت الدراسات العليا في الجامعة الاردنية الماجستير والدكتوراه في الجامعة الاردنية لانه تعلم الان كنا نعمل وندرس لو بقيت في جامعة بغداد لربما نحتاج دائما الى المورد والتكاليف السفر والمعيشة كيف كانت النشاطات الثقافية والفعالية الثقافية في تلك الفترة في الجامعة في جامعة بغداد والله يعني جامعة بغداد تعلم ان القضية متعلقة كانت اتحدث الان عن النشاطات الثقافية للجاليات العربية صح التعبير هناك كثير من الجنسيات فكان في اغلب الاحيان تحاول ان تقوم كل جالية نعم بعمل نشاط ثقافي خاص بالدولة نعم التي تنتمي اليها هذه الجنسية واحيانا كنا نقوم بهذه الفعاليات داخل الجامعة فيما يسمى بالنادي اللي هو كافتيريا حتى المشاهد ربما يظن بان النادي شيء اخر و اجمل ما يكون في هذه الامور انه عندما نعرض مثلا نحن كاردنيين شيء من التراث الثقافي الاردني او اللباس الاردني و يبدأ الحوار بيننا وبين الطلبة والطالبات الاراقيات بانه ماذا يعني هذا وهذا ماذا يعني فيعني جميل جدا ثم نذهب مثلا الى نشاط مثلا ل اهل تونس او اهل السودان فهذه كلها حقيقة يعني تجعلك تجمع ثقافة متنوعة من هنا ومن هنا ومن هنا وبالتالي يصبح لديك معرفة ربما وكأنك قد زرت جميع هذه الدول وانت في مكان واحد جميل حضرتك انت يعني انصهرت في المجتمع الاراقي اكثر من من كونك طالب انك تزوجت عراقية نعم صحيح عليها رحمة الله نعم صحيح توفيت رحمة الله نريد ان ننكش لا 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 كنت انا وهي في مرحلة البكالوريوس وشاء النصيب ثم اكملت دراستها العليا وهي في بغداد وسافرت انا وهي الى جامعة الملك فيصل في السعودية عملنا هناك قرابة سبع سنوات الى ان يعني جاء القدر وانت رحمة الله عز وجل رحمة الله حضرتك اكملت الدراسات العليا كما قلت في الجامعة الاردنية مجلسية ثم الدكتورة والان انت محاضر في استاذ في جامعة اشارك في الجامعة الاردنية جميل تدرس مادة اللغة والنحو في الجامعة لمرحلة البكاروس الان تعرف حضرتك يعني مستوى اللغة عند مراحل الدراسية ما قبل الجامعة كثير من المدارس الان حقيقة لا تعري اهتمام لغة العربية بل بعضها لا تدرس العربية انه تهتم اللغات الاجنبية فيصل الطالب بعد ما يسمى في الاردن التوجيهي اللي هو في الاراق السادس الادادي بالمدارس العربية الثانوية يسمى المرحلة الثانوية يذهب الى الجامعة ومعلوماته ضعيفة في اللغة العربية كيف تتعاملون مع هذه الحالة الان يعني حقيقة النظام التعليم في المدارس الاردنية في القطاع الخاص هناك نظام الوطني وهذا لا اشكالية فيه ولكن الاشكالية تكون من المدارس التي او الطلب الذين يأتون من المدارس تتبع النظام الدراسة الدولية هذا يعني يمكن حل حقيقة احنا عندنا اشكالية اعظم من ذلك سأتي لها بعد قليل هذا الطالب الذي يدرس العربية او الذي يدرس في مدارس الدولية هو يمر على اللغة العربية ولكن ليس كما في المدارس الوطنية وتعلم هو بالتأكيد لا نتخصص في اللغة العربية سيكون تخصص اما في المجال العلوم او الهندسة او الطب ويمر على مادة او مادتين في اللغة العربية بما يسمى بمطلبات الجامعة هذا الطلب هؤلاء ربما يعني لا نحتاج الى كثير من العناء حتى نوجه لهم اللغة العربية فبقليل من التوجيه بقليل من العناية نوصله الى ان اللغة العربية هي لغة الجمال ولغة التفاهم ربما يعني يتعدى هذه المرحلة لكن الاشكالية الكبيرة حقيقة هؤلاء الطلب الذين يأتون من دول اخرى لا تدرس العربية ويتخصص في الجامعة الاردنية وهو الان ابن الجامعة الاردنية فمطلوب منه ان يجتاز مطلبات الجامعة اللغة العربية واحد او اثنين او ما يسمى المادة الاستراكية هؤلاء حقيقة نحاول معهم في اكثر من جانب الجانب الاول نوجههم الى ما يسمى عندنا في الجامعة مركز اللغات الذي يعقد دورات لغير الناطقين بالعربية حتى ربما ربما يكون طالب عن ابناء البلد تحدثت في المدارس الوطنية في المدارس الوطنية هناك درس عربية طبعا ثابت ثابت لكن بعض المدارس التعليم الخاص كما تعرف حضرتك واضح الآن مادة عروض حسب معلوماتي انه ايضا تدرس في الجامعة احيانا صير جلسات او امسيات وصير نقاش مع بعض المختصين خريج جامعة قسم لغة عربية نتحدث في العروض فمعلوماته ضعيفة جدا يقول هذا الدرس في الجامعة يعني ضعيف لم يأخذ حقه لم يأخذ حقه ولم نتعلمه بشكل 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 عميق يعني يدي ان ايضا نطلع على هذا الجامعة دعني استاذ محمد ان اوضح نقطة مهمة نعم حقيقة يعني الدراسة الجامعية وربما بعض الدول تسميها شهادة البكالوريس عندنا هنا في بعض الدول واظن في المغرب يسمونها بالاجازة مثلا فلان تخرج في كلية الحقوق الاجازة في الحقوق القضية التي نعانيها احيانا او نواجهها مع بعض الطلبة نعم انه يظن نفسه اذا تخرج من مرحلة البكالوريس انه سيكون معلما ناجحا دون ان يعني يدرب نفسه نعم قضية العروض تحديدا وهذه المادة هي ربما تحدثت انا وانت سابقا في مثل هذا الموضوع هي مادة المية مهارية نعم عندنا عندنا هي مطلب اجباري يعني لا يمكن ان يتخرج الطالب في مرحلة البكالوريس دون ان يأخذ هذه المادة نعم ولكن كما تعلم انه التفاوت بين استقبل هذه المادة يختلف من طالب الى اخر وفقا للمعلم الذي يعلم المادة وفقا لرغبته في تدريس هذه في دراس هذه المادة نعم فبالتالي اقول ان مادة العروض كغيرها من المواجد لا تخضع الى اختبار وامتحان طبعا تخضع الى اختبار وامتحان ولكن هل اجتياز الامتحان واجتياز اول تقديم اعمال والتقارير هل هو امر كافي لكي نحكم على هذا بانه قد اصبح متميزا في هذه المادة بالتأكيد لا فهو مادة العروض كحال اي مادة اخرى يجب على الطالب ان يمارس وان يعود نفسه وان لا ان لم يمارس هذه المادة لا سيما ان تخرج وتعين في المدارس التي مثلا في مرحلة ابتدائية او عددية لن يمر على على تقطيع العروض ولا على البحور الشعرية الا في كتب الثانوية العامة نعم فلا بد دائما من اجراء ما يسمى بعملية التذكر واسترجاع لما قرأ حالها كحال اي مادة اخرى جميل سنقوم بعد الفاصل معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا اهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الباحث والاكاديمي الوردنيا دكتور مراد البياري اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك ايكم الله اتحدث عن العروض ودرس العروض حضرتك وضحت الفكرة يعني انت عضو في لجنة الاشراف على المسابقة الثقافية في كلية العداب الجامعة الاردنيا بدي ايضا نطلع على تعرف حضرتك النشاطات الثقافية تنمي ما تعلمه الطالب نظريا تحول الى مادة عملية او مسرح عملي بدي ان نطلع على طبيعة المسابقات الثقافية كيف تكون في كلية العداب اخي محمد والحديث عن المسابقات الثقافية لا ينفصل عن الحديث عن النشاطات الثقافية وكلية الاداب كما يعني اكاد اجزم بانها من اكثر الكليات التي تؤنب بهذه الامور لا لشيء وربما يعني تعلم انها قسم اللغة العربية قسم الفلسفة قسم التاريخ فانت تجمع الفكر واللغة والتاريخ اظن انها يعني النشاطات الثقافية لها اهمية كبيرة نعم اولا تحفز الطالب على الخروج من ما يسمى النمط التعليمي الكلاسيكي فهذه النشاطات كانت مختلفة عندنا في الجامعة منها ما يكون نشاطات للأساتذة بتقديم الندوات والمحاضرات والجانب المهم الذي كنا نركز عليه هو ان يقوم الطالب نفسه باداء هذه النشاطات كالمسابقات الشعرية اجراء مسرحيات ثقافية الطلبة يعني يقومون بتمثيلها على مسرح احد المسارح في الجامعة نعم وايضا المسابقات الثقافية التي كنا نجريها في الشعر والقصة وغيره وهناك ايضا بعض المسابقات التي تكون مسابقات عامة كما يسمى بالتصفيات يعني نختار من كل قسم مجموعة من الأساتذة يضعون أسئلة عامة عن الأردن عن الوطن العربي عن تاريخه عن جغرافيته أسئلة عامة نعم ثم يختار كل قسم طالبا أو طالبين فريق وتبدأ التصفيات بحضور مجموعة من الأساتذة المتخصصين الذين يدرون هذه المسابقة بطرح أسئلة للفريق الأول ثم أسئلة للفريق الثاني بعد أن تنتهي النتيجة يتقابل الفريق الفائز مثلا مع فريق قسم الجغرافيا تصفيات وبالتالي يتم بعد ذلك تكريم الفريق الفائز ربما بحضور العميد هذا أو ربما أحد نواب الرئيس أو رئيس الجامعة فمما يميز حقيقة كلية الأداب في الجامعة الأردنية كثرت النشاطات هذا التفاعل هذا التفاعل لذلك حتى أحيانا نرهق المسؤولين بحضور هذه الندوات والنشاطات الثقافية بينما لو ننقارد النشاطات الثقافية بكليات أخرى مثل الهندسة أو العلوم طبيعة الجو العلم هناك لا يسمح لا يسمح بمثل هذه جميع نريد أن ننتقل إلى موضوع آخر حقيقة وموضوع مهم هو حضرتك لديك مجموعة بحوث من البحوث القيمة التي أنجزتها تحولات الخطاب في النص القرآني دراسة في الإفراد والتثنية والجمع ومقدم المجلة العلمية في جامعة الملك هذا البحث حقيقة نريد أن نقف على دلالات هذا التحول المحوية واللغوية هذا البحث له قصة طريفة حقيقة أثناء بحثي على شبكة الإنترنت وجدت بعض ممن يعني يدعون الثقافة والمعرفة العالية ويتهم القرآن الكريم بأن فيه خطأ ما يقول كيف يعني يكون الخطاب لمفرد ثم ينتقل إلى مثن وكيف يقول الخطاب لجمع ثم ينتقل إلى مفرد فأرقتني هذه القضية حقيقة وأنا عالم الإجابة ولكن أحببت أن أقدم شيئا للقارئ أنه إن كان هناك قصور في فكرك أو في معرفتك فهذا لا يعني أن تحكم على الشيء بالخطأ فبدأت أجمع بالآيات القرآنية في القرآن الكريم التي تحول فيها الخطاب وسأتي إلى أمثلة بعد قليل من المفرد إلى المثنى أو من المثنى إلى الجمع أو من الجمع إلى المفرد وهكذا وصنفت وفق محاور محددة محاولا في ذلك أن أثبت أن هذا التحول لم يكن عبثا وإنما جاء لدلالة لغوية أو لدلالة بلاغية نأخذ مثالا أو مثالين الأول مثلا قوله تعالى في سورة الشعراء نعم فأتي يا فرعون فقول إنا رسول رب العالمين لو نظرنا إلى هذه الآية ربما تمر علينا مرورا دون أن نلتفت إلى أن الخطاب هنا لمن لموسى وهارون نعم فأتي جاء الخطاب بثنى لكن إذا انتقلنا الجانب الآخر قال إنا رسوله نعم لم يقل رسولاه القارئ لهذه الآية ربما إن لم يكن متخصصا في اللغة أو فاهما لها سيبدأ يعني يحاور نفسهم عندما وقفت على التفسير القرآنية قالوا بأن الرسول هنا بمعنى الرسالة نعم وليس بمعنى الرسول المرسل يعني هو بمعنى الرسالة الأمر الآخر لغويا العرب أجازت أن تقول نعم أنه كلمة فعول هذه ربما يجوز فيها أن تخاطف فيها المفرد والمثنى نعم والجمع فتقول هذا رسولي ووكيلي إذا اشتركوا في مهمة وعا نعم وهذان رسولي ووكيلي هؤلاء رسولي ووكيلي هذا ما قاله اللغويون والمفسرون لكن بقيت أنا يعني أيضا أبحث إلى أن توصلت أن الخطاب هنا هو خطاب إعلامي إنا رسول رب العالمين فخطاب قوة نعم ودائما ظلال التثنية أستاذ محمد تعطي شيء من الاختلاف لكن لو قلت أنا وأنت واحد فموسى عليه السلام وهارون على الرغم من أنهما اثنان نعم إلا أنهما في الرسالة ماذا رسول واحد واحد نعم فجاء الخطاب بال ماذا بالإفراد لأنه يؤدي دلالة ماذا القوة أو يعطي معنى القوة ونكفي من الإخبار إن رسول رب العالمين فالتحول جاء هنا لغرض إقناعي بلاغي نأخذ آية أخرى مثلا قوله تعالى في سورة البقرة ربما نمر على هذه الآية كثيرا قوله تعالى فأزلهم الشيطان فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض انظر الخطاب لمن لآدم وحواء نعم مثنى مثنى جمع اهبطوا نعم كثير من التفاصيل تقول بأن الخطاب هنا بالجمع جاء لأن إبليس مشمول بالخطاب وهذا كلام فيه أصبح جمعا لكن حقيقة لم يشفي غليلي هذا المعنى إلى أن وجدت الضالة عند ابن عشور في التحرير والتنوير يقول أن البني البشر الذين لم يولدوا بعد مشمولون بهذا الخطاب وبالتالي نحن في مرحلة هبوط الآن نعم وكأن الأمر أن آدم عليه السلام وحواء وذريت سيهبطوا إلى هذه الدنيا فجاء التحول مراعاة لما سيكون لاحقا وكثير من القضايا الأخرى التي درستها بالجزء الآخر من الآية ألا يشير إلى إبليس هبطوا نعم هو عدو بعضكم لبعضا عدو نعم إذن هناك عدو فالمشار هنا أو المقصود فيه إبليس لكن من هم بعضكم هو جاء بالجمع هنا نعم بعضكم لمن هو يتحدث قلت لك أن الهبوط هو جزء من كل جزء من كل نعم صحيح نعم ولكن كثير من التفسير قالت بأن إبليس مشمول ولكن أيضا قلت لك المعنى الأعمق نعم أن بني البشر قد شملوا بهذا الخطاب وبالتالي سيكون هناك أعداء من بني البشر بعضهم وهذا واقع إذن هو في كل أحوال تحول لجمع لأنه إن كان مقصود إبليس صاروا ثلاثة إذن هو جمع وذا كان من البشر نعم القضية أستاذ محمد هو إعلام القارئ نعم بأن القرآن الكريم والنص القرآني إن لم تستطع أن تقف على معانيه الدقيقة وأسرانه العميقة فهذا خطأ في ماذا في العقل وليس في النقل وبالتالي يجب علينا أن نثبت هذا الأمر وأن نبين أن قراءة النص القرآني تحتاج إلى قراءة واعية عميقة جميل حضرتك أيضا لك بحث آخر وهو الذي حمل عنوان خطب الخليفة عبد الملك من أروان مقاربة لغوية دلالية أيضا ما اللافت للاهتمام في الأسلوب الخطابي للخليفة الخامس الأموي العبد الملك من أروان هو يعني العنوان مقاربة لغوية تداولية حقيقة يعني اختيار للخليفة عبد الملك بن أروان تعلم أخي محمد بأن عبد الملك بن أروان الفترة التي جاء فيها للحكم كانت فترة مليئة بالإطلابات ومشحونة بالفتن وغير ذلك فهذا الجانب السياسي نعم الجانب الآخر الذي دعاني أبحث في خطبه أن عبد الملك بن أروان لم يكن خليفة يعني اعتياديا يقال يعني كان لديه القدرة على قراءة الشعر وتذوقه وحواره والعلم الواسع الذي كان لذلك يقول محدثه أنه والله ما حدثته في شيء إلا وجدته به علم مني حاولت أن أخذ خطب الخليفة عبد الملك بن مروان وأن أجري عليها دراسة لغوية تداولية بدأت بالجمل الاستهلالية أسلي بالتوكيد في الخطب والوصايا أسلوب الأمر لغة التهديد لغة التعظيم لأعطيك مثالا كيف أن النص أحيانا لا يكتفى منه أن تكون الجملة جملة إخبارية يعني إذا قلت لك مثلا جاء محمد أنا أخبرك بأن محمد قد جاء فقط لكن لو نظرنا مثلا إلى جملته التي يخاطب فيها في خطبته أهل مكة يقول إني والله ما أنا بالخليفة المستضعف ويكمل ولا بالمأفون إلى آخرين هذه الجملة لو وقفنا عندها وأردنا المعنى ما الذي يريد أن يقوله عبد الملك بن مروان أنه ليس بالخليفة المستضعف كان بإمكانها أن يقدم المعنى نعم إني ما أنا بالمستضعف نعم يحذف القسم ويحذف كلمة الخليفة اللي هو أنا نعم لكن مجيء هو بهذه التوكيدات إني إنا ثم القسم ثم حرف الجر الزائد ثم ذكره لكلمة الخليفة التي تدل عليها كلمة أنا لأنه المقصود فيها أنا هنا لا يتحدث عن عبد الميت مروان وإنما أنا الخليفة المقصود فيهم إشارة واضحة منه إلى أنه يريد أن يثبت للمتلقي أو المخاطب أنني لست بالخليفة الاعتيادي وهذا طبعا يريد من خلاله أن يثبت دعائم ماذا خلافته وولايته في تلك الفترة حتى يضبط الأمور بشكل صحيح لو انتقلنا إلى وصاياه مثلا نجد أن الوصايا كان إذن معذرة دكتور إذن جاءت هذه التوكيدات بدراية القصدية طبعا طبعا وهذا ما نحن نقول أحيانا يعني النص النص أستاذ محمد ربما يقوله للشخص دون وعي نعم داخلي منه ولكن ليس الأمر اعتباطيا بالنهاية هو ليس الأمر اعتباطيا وإنما الأمر مقصود يعني أنا عندما أقول لك أنا أحبك نعم جملة عادية والله إني أحبك لاحظ الآن لا يمكن أن يكون المعنى الأول كالمعنى الثاني وبالتالي عبد الملك بن مروان يعني هو عالم بالعربية فكيف يعني يأتي بهذه الجملة من باب أنها والله هكذا عفو الخاطر لا ليس كذلك ولذلك نقول الشاعر أنه عندما ندرس دراسة لنص أو لشاعر أو كذا نقول بأنه هنا متبحر وقاصد لما يقول هذه الجملة التي يأتي بها هي بالتأكيد ليست عن عفو الخاطر جميل ننتقل بحث آخر دكتور يعني حرف العطف أو في سورة البقرة دراسة نحوية دلالية يعني بدي أن يعني ربما يمر القارئ أنه حرف أو حرف عطف نعم يعني ما الذي استوقفك في هذا الحرف يعني ما ما الدلالة النحوية في حرف العطف أو يعني حقيقة اختيار حرف العطف أو لأن هذا الحرف تحديدا نعم يختلف عن بقية الحروف الأخرى مثلا ثم تفيد الترتيب مع التراخي الوى وتفيد مطلق الجمع والمشاركة إلى غير ذلك أو حقيقة معنى العطف المعنى العطفي لا يستقر في ذهن القارئ نعم إلا من خلال الصياق أو المقام نعم تمام لذلك لو نظرنا إلى حرف العطف أو اجدد أنه له معاني عدد منضمنها مثلا التخيير خذ من مالي درهما أو دينارا أنا أخيرك عملي التخيير نعم طي ممكن أن يأتي بمعنى الإباحة جالس الحسن أو ابن سرين طيب ما الفرق بين الإباحة والتخيير الإباحة تجيز الجمع نعم بينما التخيير لا ممكن أن يأتي المعنى بمعنى التقسيم الكلمة اسم أو فعل أو حرف نعم هذا تقسيم قد تأتي أو بمعنى الإبهام على السامع إذا أنت أردت أن تبهم تقول مثلا جاء زيد أو عمر إذا كان المتكلم عالما بالجائي ولكنه يريد أن يبهم ماذا على السامع وربما الشك إذا كان المتكلم غير عالم بالجائي نقول جاء زيد أو عمر إذا كان المتكلم لا يعلم من الذي جاء بالتحديد أحيانا قد تأتي أو بمعنى بل قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب بل بل هو أقرب وقد تأتي أو بمعنى الواو لاحظ قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورة مستحيل أن تكون تخير نعم هي لا تطع آثما وكفورة نعم حقيقة هذه المعاني قلت لماذا لا أبحث في آيات سورة البقرة التي ورد فيها حرف العطف أو وأراه أي المعاني يمكن أن نصل فيه إلى المعنى وفقا للسياق لأعطيك مثالا بسيطا قوله تعالى في سورة البقرة ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة منهم من قال بأن هنا أو بمعنى التخير أي إن شئت شبهم قلوبهم بالحجارة أو شبهم بأنها ماذا؟ بأنها أكثر قسوة نعم البعض رابع أنها للإباحة يعني سواء شبهت بالحجارة نعم أو بأشد قسوة فهو جائز لك الإبهام على المخاطب ويعني هذا ربما يكون المعنى مرفوض أو الشك الواو قد تأتي بمعنى الواو نعم قلوبهم كالحجارة وأشد قسوة والمعنى الذي حقيقة ارتأيت بعد كل هذه طبعا حاولت أن عند كل معنى أن أفصل أقوال المفسرين في ذلك واللغويين نعم أنها تأتي يعني بمعنى بل الأقرب إلى الأقرب ربما أي هي كالحجارة بل أشد قسوة استدراك يعني شيء من من التوكيد أو من أنه تريد أن تثبت وبعدها آيات أخرى أيضا وقفت عندها حاولت أن أوازن أيها المعاني التي يمكن أن نرجحها بغض النظر سواء وافقت المفسرين أو خلفتهم وفقا لسياق الآية جميل الحديث طويل في هذا الموضوع في هذا البحوث نتمنى لو كان هناك متسع من الوقت أكثر حتى نستزيد لكن نحن ملزمون بوقت البرنامج شكرا لك الباحث والأكاديمي الأردني الدكتور مراد البياري شكرا لك على هذا الحديث أطلب التحيات أستاذ محمد وأعيد وأكرر الشكر مرة أخرى لك ولي قناة الرافدين وللعاملين في هذه القناة على هذه الاصطدافة ونسأل الله لقناتكم كل النجاحات والإجهار والإجهار دائما بإذنه شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا لك